أين ستشاهد المباراة؟ ده السؤال للكاتب الصحفي الكبير الأستاذ صالح الصالحي وكيل أول المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام الأعلى للتنظيم الإعلام مهتم جداً بالحالة الكروية وبيقول صالح الصالحي عن هذه المباراة وشاق الرياضة يترقبون قمة الحضارة والتاريخ ينتظرون مشاهدة أفضل ناديين في مصر وأفريقيا فدائماً ما تحظى مباراة الفريقين باهتمام واسع وبيسير على أنه الكل يستعد ويحضر نفسه من الآن لمشاهدة هذه المباراة أتمنى أن تقدم لنا هذه المباراة المتعة والترفيه وأن تكون درساً في الروح الرياضية وأن تعكس صورة إيجابية عن مصر الحضارة والتاريخ وأن تترك في النفوس ذكرى طيبة يسطرها التاريخ بأحرف من نور علينا كمشاجعين أن نعلم أن هناك فائزاً وسوف نصفق له جميعاً ونهنيه وهناك من لن يوفقه الحظ ولا أقول خاسراً لأنه لا خاسر في هذه المباراة وسوف نصفق له أيضاً ونشد من أزره فهو شريك في هذه الاحتفالية أتمنى أن يتحل جمهور الفريقين في كل مكان وخاصة على وسائل التواصل الاجتماعي بروح الود والتشجيع المتزن دون تحفيل أو شماته دون تحفيل أو شماته إحنا طول عمرنا طول عمرنا من الآخر خمسينات بالنسبة لي ويشوف أنت من أنت بالنسبة لك وإحنا بيتقال أنتو بتعملوا كده ليه في بعض ده اللي عيب عن أصحاب وأنا يعني كنت من ضمن الشلة اللي مكان اللي عدت الكرة يخلصوا بالليل كنا نروح نحب نقعد عند الكابتن غانب سلطان أنا وكابتن خطيب وكابتن مصطفى وشاوي عبدالشاة فيه وكابتن شاوي كابتن زيزو وكان أقرب ناس لبعض الشلة دي وشوفنا الكابتن خطيب هو بياخد بأيدي الكابتن حسن ويروحوا الراجل اللي حاكم شاف مجر عمره ما شافه ده معناها إيه معناها أن المتاجرة بالكراهية في الثلاث سنين اللي فاتوا أصبحت مسؤولة عن هذه الأزمة عمرك شفت لعيب سابق فجأة بقالوا أربع خمس ست سنين ما تكلمش فجأة يطلع يجاهر بالكراهية فجأة يطلع قولها بكرة كذا أصدقتم أنا اللي أهلي مش عارفين والناس المستقفة أسعد يوم في حياتي الأهل اللي لما أخيزك تخيل يعني ماشي يعني ممكن ده يبقى شعورك على فكرة لكن ليه بتاجر بيه يعني أنت استفدت إيه يعني تقربت أكتر لجماهيرك غزت الجماهير التانية طبعا عندها برضو حاجة هتغيزك بيها يوه مين قال مين قال أن الغياث ده كذبان ده الغياث ده خسران جدا لأنه حيلاقي ناس تغيزوا أكتر في ناس يعني موهوبة في أنها تكيد اللي قدامها واخد بالك لا ما فيش لعيب أنا النهاردة لما أكون أنا أنا بقى هنا ما سأقول له أستاذ كرم هذا الكلام أستاذ كرم ما ينفعش أن موزيع يجيب لعب عشان يستدرجه يجاهر بالكراهية أو يغلط في المنافس أو يغلط في دي النقطة أو يغلط في تاريخ المنافس أو يغلط طوله النهار يقول لك أسا عمل ويسوف الأخير تطلع مسألة شخصية الموزيع يضحك ما هيش شطارة ما هيش أنك أنت تقول له إيه زي بقى وتعمل نفسك بالدافع أنت بتستدرجه للكلام الكلام ده كله هو ده هو ده صنع التعاصل لازم نقضي عليه الظاهرة لأنه بيطلع لك واحد هنا يقابلوا اتنين يطلعوا لك هنا الليه لا بقى سهلة ويبدو أنها تجارة رابحة تجارة الكراهية دي وقال لا ما كانش الناس فجأة فتكرت أنها بتحب وتكره وأنها لازم تقول له هذا الكلام كلنا قيدنا فيه طبعا بقرارات مهمة نعيد الحياة إيه طبعتها مش عايزين نقول المثالية ما فيش مثالية أنا هفضل آه مش فرحان أن أنا بخسر أو المنافس بتاعي بيعديني مش هفرح بس مش هكره ما عايش يجو الكراهية لأنه والله الشعور بالكراهية بيأكل صاحبه بيأكل صاحبه طبعا هو اللي تعبان هو اللي بينام عنيف السقف من الغل والغيز والمين يعني تعالوا نجرب تعالوا نجرب نزبط الأداء يبقى صاحب القرار بيزبط الأداء هتجد المتلقي في الآخر مش هيشوف غير الحاجة الطيبة صحية تكفيف المنابع صح جفف منابع الكراهية خلي الناس تتكلم في الروح الرياضية مش تتكلم تمارس الروح الرياضية بالضبط تمارس الروح الرياضية افرضها ليه لأن كل بيت فيه أهلاوي زمالكاوي ده اللي قالته كمان الأستاذ أمانو درغان في الأخبار في زاويتها مفروسة أوي بتقول يوم الجمعة القادم مباراة كرة القدم المهمة في نهاية دورة أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهل والزمالك وهذا الحدث في حد ذاته مشرف لكل المصريين الذين يشجعون الأهل أو الزمالك لأن معناه ببساطة أن مصر على كمة القارة كرويا ليس بمركز واحد ولكن بمركزين هذه النقطة تحديدا يجب أن نعيها جيدا فكل بيت في مصر فيه الأهل والزمالك وكل أسرة مصرية بها من يشجع الأهل ومن يشجع الزمالك وتشجعهم لناديين مختلفين لا يعني الخصام ولا الزعل ولا الفرقة ولا أيضا التعصب التعصب مرض يغزيه شياطين الإنس والجن أبعده الله عننا جميعا وهدانا لإعلاء اسم مصر عاليا بعيدا عن التعصب والمغالاة كل بيت فيه أهل زمالك ده أمان درغام لأنه كمان زوجها صديقنا العزيز الأستاذ ياسر رز فهي أهلوية جدا والولاد أهلوية وهو زمالكاوي اسمع اللاوي فهي عايش الحالة بس أنا يعني وهو ده النموذج اللي أنا مساعدة أتوقف أمامه أستاذ ياسر رز أنا تعاملت معه وكلمت معه اسمع اللاوي زمالكاوي بس مش كاره للأهلي محترم للأهلي كمان محترم جدا 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 بصاركت النظر بعيد سيبك من العضوية أنا بكلمك عن الانتماء هوا ده النموذج خلينا كده أنا حب أهوي نادية وأهوي أنا مالي مالي نادي التاني محب واحترم بالضبط بالضبط العالم كله يحترم الأهل وزمالك ها إعني اللي بقول لا إحنا مش محترمين هو في إيه الأهل محترم والزمالك محترم والجمهورية لما حبت تعمل مقارنة بينهم على الصعيد الرقمي طلعت أرقامهم التسوقية محترمة الحقيقة وتفخر بها مصر إن الكرة المصرية فيها نمازك بهذه القيمة فيها الأهلي هقول له حضراتكو بحسب الجمهورية القيمة التسوقية لفريق النادي الأهلي سبعة وعشرين وخمسة وتمانين من مئة مليون يورو سبعة وعشرين مليون يورو اللعيبة بقى الأعلى قيمة الشناوي باتنين ونص مليون يورو السلية واحد ونص مليون دولار معلول زيه أفشة زيه كل يورو ديانج واحد ونص مليون دولار يورو يورو في فرق اتنين جنيه انت علشان لا تفرق معدل طبعا معدل أعمار الأهلي ستة وعشرين سنة مشوار الأهلي في البطولة لعب اربعتاشر مباراة فاسفة عشر اتعادل في التلاتة خسر واحدة سجل اربعة وتلاتين هدف واستقبل ستة أهداف الأهلي عنده عشرين لقب قري عنده تمانية في دور الأبطال واربعة في كأس الكوس الأفريقية واحدة في الكونفدرالية واحدة في السوبر واحدة في السوبر واحدة في السوبر الأفريقي واحدة في الأفرو أسيوية وبكرا ان شاء الله الجمعة تكون بإذن الله اللقب التاسع كلها أرقام كلها أرقام اه بتضع الألف حتة بعيدة اوه لا مش يعني سابق مؤكد في كل الأرقام دي ترجمة نانسي قنقر ي Sold ذا